بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه حين ننظر في حياة البشر نجد الإنسان يتعامل مع بشر آخرين وفي هذا التعامل مع البشر الآخرين في أحيان كثيرة يصاب بخيبات الأمل ويصاب بقضايا الغدر ويصاب بفقدان المصداقية ويصاب بآلام التعامل مع ناس يخلون بالعهد والوعد ويتعامل مع ناس يكرهونه وناس لا يعتقدون ما يعتقد وتشن الحروب عليه من كل صوب وحدب وتتكون عنده ردود أفعال اتجاه هؤلاء الناس وعندها تأتي قضية أساسية اللي هو ما يحمله الإنسان في قلبه اتجاه الآخرين وعندما تتغير الظروف والأحوال وتأتي حياة جديدة وفرص جديدة هل يستطيع أن يتخلص من تلك الآلام وتلك الشحنات النفسية السلبية ويسامح ويقف موقفاً معتدلاً من خصومه ومن الناس الذين حملوا عليه هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من كثير من خصومه ومن كثير من من عانده ومن كثير من من آذاه فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف استوعب أبا سفيان وكيف استوعب هند ابنت عتبة وكيف استوعب خالد بن الوليد الذي سبب الجراح والآلام في أحد له وكيف استوعب بقية الصحابة ممن كانوا قبل ذلك مشركين وقاتلوه وأذوه عليه الصلاة والسلام كيف استقبل كل هؤلاء الناس واحتضنهم لو لا مبدأ التسامح وهذه النفس الكبيرة والقلب الكبير الذي يستطيع أن يرى المستقبل أكثر مما يعلق في الماضي فكثير من قضايا عدم المسامحة نتيجة أن الإنسان يعلق في الماضي أكثر مما يتطلع للمستقبل ويعلق بهمه الخاص دون النظر للهم العام والمصلحة العامة فإن شاء مجتمعات انصح التعبير متسامحة تنظر للمستقبل ليس ابن إزالة آلام الماضي وحلها فالماضي لا يمكن حل ما حدث فيه عندنا أمثلة كثيرا في المجتمعات الإنسانية لقضايا أناس عالقين في الماضي يتصارعون على الماضي ولا تنتهي صراعاتهم ومجتمعات قررت العبور للمستقبل عن طريق التسامح أين نجد القدوة الكبرى للتسامح؟ نجدها في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف قدم لنا هذه القدوة في التسامح مع خصومه والبدايات الجديدة لإنشاء مجتمع جديد ومستقبل جديد وعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يستفيدون من خاصية التسامح فالفتوح الإسلامية الكبرى جرت بعد معارك الردة ومعارك الردة أيضا كانت معارك تسامح فبعد أن انتصر أهل المدينة على من جاورها من القبائل المتمردة لم يقوموا بإذلالهم وحمل الحقد عليهم إنما تم العفو عنهم جميعا وانطلقوا في الفتوحات الكبرى بعد ذلك ليوصلوا الإسلام إلى أقاصي الأرض لنا في رسول الله أسوة حسنة كما كان لصحابته أسوة حسنة في اتباعه رضوان الله عليهم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد ولنا لقاء قادم بإذنه تعالى مع معنى جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته